مع حفظ كل الألقاب النهاردة عيد ميلاد عاد الإمام ربنا يدي له الصحة يا رب وطولة العمر 82 سنة عاد الإمام أكبر بكتير من كونه يبقى اسمه مثلا الممثل الكوميدي عاد الإمام عاد الإمام أكبر بكتير من كونه ممثل الكوميدي انت عارف ناس كلها تقول مثلا الزعيم أنا بقى اللقب اللي أنا شوفه لعاد الإمام الحريف لأنه عاد الإمام مش بس هو زعيم إمبراطورية الكوميديا عاد الإمام حريف تمثيل عارف يعني حريف تمثيل طبعا تعرف أنه بطل فيلم الحريف اللي اتعمل سنة 1983 وكان من إخراج محمد خان سيبق من قصة الفيلم نفسها وملابسات الفيلم قعد تفرج على عاد الإمام وأنت مستريح كده قعد قط في النور كأنك قاعد في السينما وتفرج على اختلاجات وش عاد الإمام نبرت صوته وهو فرحان وزعلان وبيزعق وبيتخانق اتفرج على مشهد عظيم لعاد الإمام وهو واقف على الكورنيش في بورسعيد وجاله البلطجية علشان يقلبوا الفلوس بتاعته اتفرج على المشهد ده كويس جدا جدا اتفرج على كل مشاهد الحريف عشان تعرف أنه ده حريف بامتياز قعد تفرج على حب في الزنزانة عشان تبقى عارف أن انت واقف قدام البتشينو مصر والله العظيم قعد تفرج على المشبوه ايه العبقرية دي؟ عاد الإمام يا جماعة ممثل مش بقى من العيار التقيل هو أتقل ممثل موجود في مصر والمنطقة العربية وواحد من أتقل الممثلين اللي موجودين في العالم وده ما فيهوش مبالغة علشان بس تبقى فاهم محدش عنده قدرة أو محدش كتير عنده قدرة حقيقية على التجسيد والتشخيص والتنقل ما بين الشخص والأدوار وأنواعها زي عاد الإمام يعني دول مش كتير أنه يبقى كوميدي إلى أبعد الحدود يبقى إنساني زي الحريف أو إلى أبعد الحدود يبقى لو صح تعبير يعني أكشنجي يعمل الأكشن كوميدي كما لم يحدث وبالمناسبة ولن يحدث في مصر تاني عاد الإمام حالة فعلا فعلا غير قبل للتكرار فعلا غير قبل للتكرار أنت بتتكلم على واحد حقيقي وبمعنى الكلمة هو مسيطر على شباكة تذاكر تقريبا من سنة 79 راجل ربنا يديله الصحة فضل من أول 79 لحد آخر فيلم سينما هو الرجل الأول في شباكة تذاكر لما الفيلم بتاعه ينزل الله مش بس كده ينزل المسلسل بتاعه على التلفزيون على طول عاد الإمام لمرة واحد عاد الإمام أكبر من أنه يبقى الممثل المصري صاحب الأجر الأعلى عاد الإمام أكبر من أنه يبقى الممثل الذي تربع على عرش الكوميديا عاد الإمام حتى أكبر من كونه الرجل الذي تربع على عرش السينما وشباكة تذاكر لمدة تزيد من 9 و 7 يعني كم سنة يعني كان عند 4 سنة يعني 43 و 40 سنة تشهود ربنا يديله الصحة فوق كل ده عاد الإمام ربا سيبك من القيم الفنية يعني مش هقولك مثلا إيه رامي إمام ومحمد عاد الإمام سيبك من الشغل اللي اتنين زي الفل أنا بكلمك عليهم كبني أدنين خد بالك لما يبقى رجل زي عاد الإمام عنده كل هذا الانشغال وهو من الناس اللي بتنشغل بشغله قوي 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 ويقرأ كل حاجة ويتابع كل التفاصيل من الألف إلى الياء وارد جدا ما يبقاش عنده وقت عاد الإمام ربا عاد الإمام الحريف الزعيم العبقري الرجل المحترم الرجل المهزب الرجل المتواضع الرجل القادر دائما على احتواء أي نقاش قبلتوا مرة ولا أنساها ولن أنساها ربنا يديك الصحة أستاذ عادل اشتريتنا